الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بصفة عامة وبالتالي يعني الأقربون أقول يعني اللي قريب للمجلس أو لأعضاء المجلس هو اللي بيتم تعيينه وبالتالي أنا عايز اتحاد الكرة يطلع يقول لنا ايه المعايير اللي على أساسها تم اختيار جميع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية أنا كنت بشوف بنفسي جلسات ودية لبعض أعضاء مجلس الإدارة وهم بيتكلم إذا معي أنت ليش خالد الغندور مش هوافق لك على رضا عبد العالم مثلا فعلا ده قدامي كنت بشوف دوت بعض المحادثات هو فعلا في بعض الأسماء غريبة وعجيبة يعني مش أسماء حتى في الأجهزة الفنية المساعدة يعني وفي بعض الأسماء اتقطرة أفضل منهم في التدريب لكن هي المعايير ما تفهماش المعايير ايه لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية يعني ما فيش حد تتكلم على المعايير لكن بصفة عامة زي ما بقولك هو واحد بيكلم واحد وده حصل بخناقات يعني وقت اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية الجلسة اللي حصلت فيها اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية حصل خناقات ما بين أعضاء مجلس الإدارة وحصل تعالي أصوات وقتها ما بين أعضاء التحديد أنا كرم كردي وعندي قناعات وأنا شكرا ما بقول لصفة العام وكنت ساكت وفتح تبقي وفجأة بلاقيت الموجة عالية علي ومتم تحويل التحقيق وابتدت المواقع تبقى ضدي والمواقع التابعة تبقى ضدي وبالتالي خلاص طلعت اعتذر طب أنا عندي قناعات ولا ما عنديش قناعات وبعتذر ليه طيب